التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم بصاحبة الجلالة الملكة إلزابيثة الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إرلندا وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نايم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قرية القدرة بحديقة قلعة وينزور الكبرى بالمملكة المتحدة بمناسبة حضور جلالة الملك المفدى مهرجان وينزور الدولي الملكي للفروسية ورحب جلالة الملك المفدى بصاحبة الجلالة الملكة إلزابيثة الثانية مغربا عن شكره وتقديره لجلالتها على دعوتها الكريمة لجلالته لحضور منافسات هذا المهرجان السنوي العريق مشيرا جلالته إلى ما تتميز به المملكة من تاريخ عريق في التراث والثقافة وتبادل جلالة العهل المفدى مع جلالة الملكة إلزابيثة الثانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ألا حديثة حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودولة الإمارات من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات كما تطرق الحديث حول المهرجانات وأهميتها في تعزيز ونشر هذه الرياضة الأصيلة في الأواسط المحلية والعالمية هذا وقد تشرف سيد روبرت جودمان بإهداء جلالة الملك المفدى كتابا بمناسبة مرور 200 عام من العلاقات البريطانية البحرينية وقد عرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره على هذا الإهداء هذا وقد شهد حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وصاحبة الجلالة الملكة إلى زبتة ثانية جانبا من سباقات القدرة الدولي لمسافة 120 كم بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين بقيادة اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي إلى جانب عدد من الفرسان من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدول الخليجية والأوروبية بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى ودع صاحبة الجلالة الملكة إلى زبتة ثانية وكان صاحب الجلالة حفظه الله قد وصل إلى قرية سباق القدرة حيث كان في استقبال جلالة اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي وكبار المسؤولين المنظمين لهذا السباق وقدم اسم الشيخ ناصر بن حمد إجازا حول مراحل ومسافة السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه اشتركوا في القناة كما التقى جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك ومعليا سيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الإنجليزي والسابق واللورد أسون وليز ألن دانكين وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكيتين بوزارة الخارجية البريطانية والجنرال بول نانسون أمري كلية سانت هيرس العسكرية الملكية حيث تطرق جلالته معهم حول العلاقات الودية والتاريخية التي تربط وملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في جميع المجالات وما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور على كافة الأصعدة وقد شد جلالته بالجهود الطيبة التي يبدلها اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للارتقاء بهذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة منوها جلالته بدور الفريق الملكي للقدرة لتعزيز هذه الرياضة وحرصها على المشاركة في مختلف المنافسات والبطولات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية وبما حققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة عززت من مكانة هذه الرياضة في البحرين وأعطت صورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وأسرارهم على رفع اسم المملكة وتعزيز مكانتها في مختلف المحافل وأكد جلالة الملك المفدى أن البحرين ممثلة في الفريق الملكي للقدرة تولي همية خاصة لمهرجان وينزور للفروسية وتسعى لإنجاحه من خلال المشاركة الفعالة في مسابقاته المختلفة وكذا جلالة المشاركة في مثل هذه السباقات والمنافسات الدولية تعكس تطور رياضة القدرة في البحرين وما حققته المملكة من تقدم وتطور في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية مشيرا جلالته إلى أن إقامة هذه المهرجانات الترويجية للفروسية تأتي للتأكيد على مكانة هذه الرياضة وعراقتها موسيقى موسيقى